كلينا كمل مع حضراتكم ونتكلم بقى في الوضع للنادي الاهلي دايما معاودنا عليه لان احنا برضو لما جينا تابعنا وشفنا التصريحات المختلفة دايما بيقول لك خلاص يعني انت خلص الموضوع ده اقفل بقى الصفحة وركز في اللي جاي وهو ده اللي احنا بنحاول اللي احنا نعمله اكيد او يعني بنحاول كمان نصدره للعيبة مش عايزين يبقى فيه روح سلبية لحد كبير بتتصدر لست فيه فرصة لست فيه امل الموضوع ماوقفش لغاية هنا وبإذن نقدر ان احنا نعاود سريعا جدا عندي اخبار مختلفة برضو خليني اقول لحضراتكم النادي الاهلي مفروض ان هو هيعقده دي من الاخبار الحلوة بقى مؤتمر صحفي النهاردة حيكون الساعة 12 الدهر عشان يعلنوا عن الراعي الخامس الحمد لله لحد دلوقتي انت عندك كم رعاة محترمين اسماء كبيرة جدا جدا واسماء عالمية هيكون طبعا بحضور كابتن محمود الخطيب وعضاء مجلس الادارة ومسؤولي هنا بقى شركة شال اللي حترة عن نادي مدة كمان اربع سنوات قادمة طبعا كانت معانا قبل كده مش اول مرة نادي الاهلي كمان كان اقام خلال الفترة اللي فاتت لو نرجع كده بالذاكرة شوية توقيع عدة عقود كان عندك مثلا شركة اتصالات وكانت دير رعي تكنولوجي والشريك التكنولوجي بعد كده عندك كان حفل توقيع رعاية مع بنج ابو دبي الاول مصر وحفل توقيع رعاية مع شركة جي ال سي للدهانات وتوقيع رعاية كان اخر حاجة مع شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني فتاني هرجع اقول الكبير لما بيجي يعمل شراكة بيعمل شراكة مع ناس كبيرة فكل الاسماء اللي احنا طرحناها وغيرها باذن الله برضو كلها اسماء كبيرة جدا مزيد من التوفيق وزي ما بتقال هي وين وين سيتيويشن اكيد الطرف الاخر حيكون نستفيد ان هو يعني بيندمج او بيتحط اسمه مع كائن كبير زي النادي الاهلي والعكس اكيد صحيح فكل التوفيق ان شاء الله ومزيد من الرعاة احنا من اتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي اشتركوا في القناة